بسم الله الرحمن الرحيم ومن صار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم أمين ما زلت وما زلنا نتحدث في الإسراء والمعراج ونتناول بعض الدروس والعبر من هذا الحدث العظيم حديثنا اليوم سوف يكون حول العبودية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مجال الإسراء وفي مجال المعراج ذكر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية في الإسراء وفي المعراج وهي أوقات محببة إلى الله سبحانه وتعالى أي أن الله ذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أوقات القرب منه سبحانه وتعالى ذكره ووصفه بأنه عبد سبحان الذي أسرى بعبده بعبده والله سبحانه وتعالى يضيفه إلى نفسه تكريما للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسرى بعبده العبودية هي مقام رفيع ناله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان شرف عظيم يفتخر به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القيمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته حتى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله سبحانه وتعالى هذا وصف عظيم جدا جدا في موقف الإسراء وفي موقف المعراج كذلك فأوحى إلى عبده سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى صلى الله عليه وسلم إذن مكانة العبودية مكانة عظيمة جدا جدا إذا أردت أن تنال الشرف وأن تنال العزة وأن تنال المقام الرفيع مع الله سبحانه وتعالى فكون عبدا لله عز وجل فإن الله يعزك وإن الله عز وجل يرفع قدرك وإن الله سبحانه وتعالى يرفع شأنك فاستمسك بالذي أحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك يعني لشرف لك هذا العبد محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ليكون شرفا له ولأمته ليكرمه الله سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة ليرفع قدره صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج إذن لفظ العبودية إيه صلة بالإسراء والمعراج إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الرحلة أن يسري عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يري حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى وأراد أن يري محمد صلى الله عليه وسلم العجائب العظيمة أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك في هذه الليلة المبركة في الإسراء وفي المعراج فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم عبده أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع شأن عبده الذي الذي آذاه قوم الذي آذاه قوم والذي صلط عليه أهل الطائف سفهاءهم وعبيدهم هذا العبد عبد الله سبحانه وتعالى الذي سوف يدافع عنه ربه سبحانه وتعالى وسوف يجعل له فرجا بعد هذه الرحلة العظيمة فالله سبحانه وتعالى يقول له أنت عبدي وأنا الذي سوف أحميك وأنا الذي سوف أدافع عنك وأنا الذي سوف أفتح لك القلوب بعد ذلك وأنا الذي سوف أجعل دعوتك تنتشر في كل مكان أنت عبدي وما دمت عبدي فإني سوف أرفعك فالله سبحانه وتعالى أعز النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودين ولذلك شف العبد كلما كان لله سبحانه وتعالى كلما اقترب كلما أذل نفسه لله سبحانه وتعالى كلما كان قريبا من الله كلما أذللت نفسك لله كلما كنت قريبا من الله يعني إحنا عندنا في حيث أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فكلما كنت ساجدا لله سبحانه وتعالى كنت قريبا من ربك أقرب ما يكون العبد من ربك وهو ساجد كفاني عزا أن أكون لك عبدا إذا لم تكن عبدا لله عز وجل صرت عبدا لغير الله تبارك وتعالى فإذا صرت عبدا لغير الله أذلك الله سبحانه وتعالى أما إذا كنت عبدا لله أعزك الله عز وجل ورفع شأنك ولذلك استمسك بالله سبحانه وتعالى وكن عبدا لله تبارك وتعالى يعني يعني عبد لله يعني تسمع وتطيع لله سبحانه وتعالى هذا معنى العمودية لله عز وجل أن تطيع الله عز وجل وأن تطيع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه معنى أنك أنت تكون عبد الله سبحانه وتعالى يعني إذا أمرك فعليك أن تمتثل وإذا نهاك عليك أن تجتنب هذه معنى العبودية لله سبحانه وتعالى أما كونك تؤمر فلا تمتثل وكونك تنهى فلا تنتهي ده مش عبودية لله سبحانه وتعالى أنت في الحالة ديات اسمك متمرد على الله سبحانه وتعالى أصبحت عبدا لهواك أصبحت عبدا لنفسك أصبحت عبدا لشهواتك أصبحت عبدا لمالك أصبحت عبدا لأي شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يقول فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره رشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون إذن إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة أن تكون عبدا لله وعبدا لغيره هذه الشركة الله أغنى الأغنياء عن الشرك لا يقبل الله سبحانه وتعالى شركة أبدا فتخيل لو أنك تعمل عند أحد من الناس يعني أنت أجير عند واحد من الناس أنت يعني المفترض أنك أنت بتشتغل عنده المفترض أنك أنت بتؤدي عمل مقابل أجر فلا ينصح أبدا أنك أنت تأخذ الأجر منه وتعمل عند غيره هذا لا يجوز إطلاقاً في عالمنا البشر العادي فما بالك عند الله سبحانه وتعالى إما أن تعمل مع الله فتكون عبداً لله عز وجل وإما أن تكون عبداً لغير الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بالحكاية دي يفتخر بأنه عبد تمر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وضع طعامه على الأرض وجلس القرفصاء صلى الله عليه وسلم يأكل فقالت اليهودية إن محمداً يجلس كما يجلس العبد فسمعها فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن أعبد مني إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم الليلة حتى تتورم قدمه السيدة عيشة بتقول له يا رسول الله هون على نفسك لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً يعني عبد شكور عبد لله سبحانه وتعالى وشكور يعني الشكر الله سبحانه وتعالى لا يكون أبداً بالكلام ولكن الشكر لله سبحانه وتعالى أن تكون عبداً لله سبحانه وتعالى يعني تطيع الله سبحانه وتعالى أكثر كلما من الله عليك بالطاعات ومن عليك بالمغفرة ومن عليك بالقبول فعليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى أكثر يعني قيم ليل صيام قراءة قرآن يعني مساعدة المساكين الفقراء اليتامة يعني كن عبداً لله سبحانه وتعالى إن لم تكن عبداً لله كنت عبداً لغير الله وإذا كنت عبداً لغير الله أذى لك الله عز وجل وما يعيشه الناس اليوم من ذلة ومن بلاء ومن مصائب ومن ابتلاءات كثيرة كل ذلك بسبب أنهم صاروا عبيداً لغير الله سبحانه وتعالى إذن الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى لذلك فإنني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه العبودية هذه منزلة رفيعة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يذلنا إلا إليه كن ربنا سبحانه وتعالى يحوجك إليه فهذا شرف عظيم كن ربنا سبحانه وتعالى يذلك إليه بس لمعنى أنه أعذك وأكرمك أما إذا أهانك الله سبحانه وتعالى جعل غيرك يذلك يعني ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى يعني أن يطرد إنسانا من رحمته سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه وكله إلى غيره جعله عبدا لغيره أما إذا أحبه سبحانه وتعالى جعله عبدا لنفسه وجذلك عندك أيات كثيرة جدا بتتكلم عن العبودية وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا عبادي الله سبحانه وتعالى يضيفهم إلى نفسه إضافة تكريم وتشريف مع أنهم عصاء ومع أنهم أسرفوا على أنفسهم إلا أنه سبحانه وتعالى هو الذي سوف يعالجهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم سبحانك يا رب إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم برضو أنا لها علجهم أبتليهم بالمصائب لأطاهرهم من الذنوب والمعايب ولذلك فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الطاعة وأن يجعلنا ممن يتقبل الله منهم صيام شهر رمضان ونحن على مقربة من هذا الشهر الكريم كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحوجنا إلا إليه دائما سألوا الله دائما أن لا يحوجكم إلا لله سبحانه وتعالى سألوا الله أن لا يحوجكم إلا إليه سبحانه وتعالى وأن لا يذلكم إلا إليه سبحانه وتعالى أسأل الله أن لا يذلنا إلا إليه وأن لا يحوجنا إلا إليه وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يتوب علينا جميعا وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب جزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته